غبنا عنكم الفترة اللي فاتت كل سنة وانتوا طيبين لكن عدنا وموسم الكرة المصرية يصارع إن لم يكن يسابق حرارة الجو ارتفاع رهيب في درجة حرارة المنافسة تناثر كلام كبير كتير يا بشماندس وتهديد للمسابقة في أمترها الأخيرة ما يحدث وكأن التعاد الكرة قد فوج أبل بطولة الإفريقية فجأة اكتشف إن احنا هننظم كسلهم بقلنا شهرين بنقول يا جماعة التزموا بالجدول احترموا اللي انتوا بتحملوا احترموا نظامكم يقولوا إن والله حنمضوا حنتعهدوا حناخد تعهدات نقول لهم العبوا غيرها حصل هذا الكلام وطمضي الأمور كما هم وخططوا بلاي يعجبهم الجملة دي قوي اللي بيحصل أنا بكتبلك شيء أنت عارف إن هو مش حيتصرف لصالحك وأنا عارف إن انت مش حتصرفه تعالي عم اكتب لنا تعاهد وقول لنا أنا موافق أعمل مش عارفه كل تلات يوم حاضر ييجي بعد كده نراهل إنه اللي أنا يحدث اللي أنا يحدث دوري ودور بإيمانات الطلاق أيوة دوري علي الطلاق وكل ده يعني يعني طب أنا راجل معي إرشيل وقلت هعمل دورة رمضانية دوري بتاعنا بقى وبجيب الفرع بقول لهم اشتركوا بيقول لنا إيه طب نظامك إيه في الدور في الدوري بتاعك اللي انت عامله بقى يبقى حتصرف عليه قال لهم الله كده واحد دين تلاتة اربعة والله ما عرف أغير فيه كلمة صحيح والله ما عرف أغير فيه كلمة صحيح الدوري بتاعنا لو اطلع عليه أي مسؤول عن الكرة في العالم لقضع على الدوري المصري دوري يلعب خارج الملعب أكثر ما بيلعب داخل الملعب خارج الملعب عشان كده انت قلت بدري قوي الدوري يتخزن مبارو يقول لك أول ما تقدمنا بقى عدل القيع كان عارف وقال لك الدوري خارج الملعب لا عدل القيع بيقول لك لو كان الدوري في الملعب كان زمن لأهلي حسموا من ثلاثة أسابيع لكن الألعاب اللي بره الملعب هي اللي حطها لآخر يوم عشان يروح في حتة في مزاج بعض الناس الدوري أصبح مساء في كل العالم الناس بتقعد بتجهز نفسها عشان تلعب مطشاط وإحنا بنقعد نتكلم في مشاكل كل يوم كل يوم نتكلم في مشاكل كل يوم وما بقاش عارف مين مظلوم ومين ظالم لا طبعا عارفين بس بس بيني وبينك ساعات الظالم ده يكون هو المظلوم مظلوم إيه إنه مجبر يعمل كده هو أنت فجئت بمعادر بطولة اللي بقالك ثلاثة أشهر حددتها مرتبتش أمورة ليه هو الأهلي لما يلعب في شهر فبراير اللي هو تسعة وعشرين يوم اللي هو ينقص يومين عن أي شهر سوي يلعب سبع مطشاط في تسعة وعشرين يوم هم الحقيقة في سبع وعشرين يوم لأن فيه ومين ما تلعبش فيهم حاجة وكان بيتهاجم اللي قال إنه بيتجامل دي خريطة كاملة هتشوفوها النهاردة لكن اللي بيحصل ده فعلا ما يحصلش في بلد ظهرت فيها الكرة وتأسس فيها الاتحاد من أكتر من مئة سنة الدور المصري احنا من أعرق الدوريات اتحاد الكرة بدأ في العشرينيات من القرن الماضي انتم متخيلين اتحاد مؤسسي فات عليه مئة سنة من تراكم الخبرات والقرارات والمكانة والتأثير والتأثر ومع هذا بيحط جدول للمباريات الأخيرة يقول الفريق الفلاني هيلعب مع ده أو ده حسب نتيجة الاتنين دول ده لو ما عملش حاجة في تاريخه الجملة دي يكفيه فتحاً انه هذا الانجاز بهذا الشكل لا لا وفيك اكتر من كده يعني فيه بالله عليكم يا باش مهندس جملة كاشفة وكاسفة وفاضحة اكتر من جملة اقول زمالك هيلعب مع الحرس او الجونة طبقاً لنتائجهم طبقاً لنتائج الاتنين دول اشوف مين اللي ريح ومين اللي تأكد بقاءه ومين خلاص مش عايز حاجة من المرش فهيلعب مع الزمالك فيه جدول يتحط بهذه المفضلة ويعترف بالجملة في الجدول اللي صدر عن اتحاد الكرة بهذا الشكل طيب عندما يحدث هذا دي تصرفات داخل الملعب ولا خارج الملعب لا خارج الملعب خارج الملعب مؤسرة على البطولة طبعاً بقول لك هشوف لك مين هيستراح وقد ديقول لك لما تيجي تقول بقى وكان الاهلي متقدماً هم بيحسبوا ان الزمالك هيكسب كله مطشاط اللي هم عارفين واخد بالك فإنما ما هتوش اعتبرهم التشابك بتاع الهبوط اللي أصبح الزمالك هيقابل فرق ما تقدرش غير تلعب من منتها القوة فكمان حتى دي مش عايزيني حقولها العدالة اللي تخصهم هم اللي تخصهم هم الموضوع ما يخصش القمة بقدر ما يخص القاع دلوقتي لان الاهلي في كل الاحوال غالباً هيبقى في كل الاحوال متش الزمالك والاهلي ولا هيجيب بطل الدول او مانا كمان ايه اروح عامل يطلع بيقولك عليها الطلاق مانا لاعب كلام جميل يخصه هو عارف عارف احتياجاته وعارف انه هو ينفس كلامه زي لكن احنا بنتكلم في معيار انا هحدد بطل الدوري ان فرقة تقعد تستنى لبعد بطولة كاس الامم الافريقية يكون الدنيا تغيرت واللي ريح ريح واللي سافر سافر واللي مشي مشي واللي جه جه وعندي قوائم لموسم جديد هتطحط في عارف مين هذا الكلام استنى اشتركوا في القناة شكرا